اشهد معالي شيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشهون الاسلامية والاوقاف بالدور البارز الذي تطلع به عائلة كانو الكريمة في المشاريع الخيرية التي تخدم المجتمع بكل شرائحه ودعمها للفعالية والانشطة الدينية والاجتماعية والوطنية واسهمها الفعل في مؤسسات التنمية الاجتماعية مشيدا في الوقت ذاته بمآثر الفقيد مبارك بن جاسم كانو الذي كان يشرف شخصيا وبشكل مباشر على مشاريع العائلة الخيرية المتمثلة في بناء المساجد والجوامع والمراكز الصحية وغيرها من المشاريع الخيرية التي هي قيد الانشاء جاء ذلك خلال افتتاح معالي لمسجد مبارك وفاط مكانو بشمال شرق المحرق والذي تم الانتهاء من بنائه مؤخرا واضاف معالي ان دور العبادة في مملكة البحرين تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الحكيمة لما لها من دور كبير في تعزيز القيم الدينية والاخلاق النبيلة بين كافة افراد المجتمع واسهامها الفعال في تعزيز المواطنة الصاحل الصالحة حيث حضيت باهتمام خاص في ظل المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدأ اذ تخصص الحكومة الرشيدة موازنة مجزية لمشاريع دور العبادة ضمن الموازنة العامة للمشاريع الحكومية اثمرت عن بناء وتشهيد عشرات المساجد والجوامع والمآتم وصالات المناسبات بتكلفة وصلت الى عشرات الملايين مشيرا الى ان قسم المشاريع الهندسية بالوزارة قد قام بانجاز وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتخصيص وتوفير الاراضي لبناء المساجد بكافة مناطق محافظات البحرين خصوصا المناطق الاسكانية الحديثة وتؤكد الدور الشراكة المجتمعية عبر التنسيق مع المتبرعين ووضع المعايير والاشتراطات التنظيمية لبناء وتعمير دور العبادة والحفاظ على النسيج العمراني بما يلبي حاجة المواطنين بأداء شعائرهم الدينية اشتركوا في القناة